مرة أخرى معكم أبونا سامر حداد وسلام جديد من أورشاليم لكل المستمعين نحتفل اليوم بأحد دخول الرب إلى أورشاليم وهذه هي التسمية الحقيقية التي تعطي الاحتفال كمال معناه اللهوتي والكتابي في الكتاب المقدس وليس تسمية الحدث بأحد الشعانين لأن الإسم يحوي جوهر الاحتفال الذي سيوجهنا لعيش سائر الاحتفالات في الإسبوع المقدس بدأت القصة عندما أتم سليمان بناء الهيكل حيث وضعوا تابوت العهد وما يحويه من عصى موسى ولوحي الشريعة في قدس الأقداس كما جاء في سفر الملوك الأول الفصل الثامن الآية العاشرة حيث يتسلم الله هيكله وأيضا كما جاء في سفر الأخبار الثاني الفصل الخامس الآية الحادية عشر مجد الرب يملأ الهيكل فيقوم الكهنة وجميع الحاضرين في الوقوف شرقي الهيكل ينظرون إلى الشرق إلى بيت عنيا جبل الزيتون حيث تبدأ مسيرة الشعنين في يومنا هذا لتنتهي في داخل المدينة أورشالين بامتياز يوضح سفر حسقيال النبي في الفصل الثالث والأربعين الآيات الأولى والثانية حيث يذهب ملاك الرب بحسقيال النبي في الرؤية إلى الباب المتجه نحو الشرق ليرى إله إسرائيل قد أتى من جهة الشرق ويدخل ليستقر في الهيكل إذن إخوتي وأخوات الأعزاء هذا هو جوهر احتفال أحد دخول الرب يسوع إلى أورشالين فالمسيح هو شعاع مجد الله وجوهره فيما بيننا كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الفصل الأول ودورة أحد الشعانين تظهر وتجسد هذه الحقيقة الكتابية التي نؤمن بها فتسميت هذا الحدث الكبير واختزاله بمسمى أحد الشعانين يضعف هذه الحقيقة الإيمانية ويغيب عننا الحدث المهم الذي يفسر كل الأحداث التي ثلتها ونحتفل بها فبدون هذا المعنى لا نستطيع أن نفهم خميس الأسرار يسوع الحمل الذي يعطي ذاته في سر الكهنوت على الهيكل وإذا تأمنا في إنجيل متى الفصل الحادي والعشرون حيث يروي قصة دخول يسوع إلى أورشالين من جهة الشرق من بيت فاجي عند جبل الزيتون والرائع جدا أن متى يفهم الحدث متكامل فيروي حادثة طرد الباعة من الهيكل مباشرة عند دخول يسوع حيث كانوا يبيعون كل أنواع الذبائح التي ستقدم في الهيكل وعندها جن جنون يسوع حيث قلب على رؤوسهم كل شيء لأن أحدا لم يؤمن بدخوله واستمروا في بيع الذبائح لتقديمها في الهيكل فكأن يسوع يقول لهم ألم تفهموا بعد فالعبادة في الهيكل انتهت بشكلها الحالي نعم فدخول يسوع الذبيحة الواحدة وعن الجميع إلى الهيكل جاءت لتصل بذبائح العهد القديم إلى كمالها بيسوع المسيح فلا يعيدن أحد بعد بقول شعنين مباركة بل يكن أحد دخول الرب إلى أورشليم مبارك أخيرا إخوتي وأخوات الأعزاء بهذا الحدث نتجه صوب خميس الأسرار حيث سيظهر يسوع ذاته كذبيحة في العشاء الأخير على يد سر الكهنوت على الهيكل وأمام الملأ على الصليب يوم الجمعة العظيمة أمين ترجمة نانسي قنقر